أهلاً بالجميع مرحباً بكم في قناة هشام كيمي اليوم آتي إليكم بأخبار مفاجئة جداً عن أوزغي وجوكبرغ بل إثنان إلى عشاء رومانسي معاً كل التفاصيل ستجدونه في هذا الفيديو إذا أعجبك الفيديو الخاص بي فلا تنسى الاشتراك في قناتي وأيضاً الإعجاب بالفيديو الخاص بي ومشاركته أنا أستمتع بالرؤية على الرغم من انفصال أوزغي وجوكبرغ إلا أنهم لا يمكنوا أن ينسي بعضهم البعض الممثلان أوزغي وجوكبرغ الذي بدأ حبهما في موقع تصوير المسلسل الكيفيفزيوني الوعد ها علاقاتهم الطويلة في الأسابيع الأخيرة قررت أوزغي ياقز التي إجابت بالنعم على عرض زواج جوكبرغ ديميرجي بينما كان من المتوقع أن تجلس في طاولة الزفاف مع حبيبها لقد كانت تأثيراً مروعاً بينما كانت دوائرهم المقربة ومعجبيهم ينتظرون أن يتصالحوا الزوجان قيل إن أوزغي ياقز وجوكبرغ ديميرجي أراد أن يعطي علاقتهم علاقة أخرى صدفة ظهرت الحقيقة في لمح البصر شارك أوزغي وجوكبرغ ديميرجي في المسلسل التلفزيوني الوعد وبدأوا في تجربة الحب انفصل الزوجان أوزغي ياقز وجوكبرغ ديميرجي الذين كان يذاب يد وجها لوجه في كل مكان يعتقد العشاق الذين جعلوا الزوجين يبدوان جيداً معاً أن هذا الفصل لن يستمر طويلاً بدأ أقاربه يأملون أن يأتي السلام في أي لحظة حتى أنه قيل إن أوزغي ياقز وجوكبرغ ديميرجي أراد منح علاقتهما فرصة مرة أخرى أصبح معروفاً عن أوزغي ياقز التي تعاني فترة جديدة في مسيرتها المهنية مع المسلسل التلفزيوني بابا لم يتصلح جوكبرغ ديميرجي مع العروض بعد القرار النهائي لمسلسل ييمين هذا الخبر أزعج الجماهير مرة أخرى تحول حب الزوجين الممثلة أوزغي وجوكبرغ ديميرجي والذي بدأ بمسلسل ييمين لدي علاقة قائمة على سنوات كانوا من النوع الذي جعلوا الصلاة العين الشريرة تقرأ تلقى ديميرجي الذي تقدم لخطبة صديقته في المنتج الصيف الماضي واتخذ خطوة نحو الزواج من الممثلة الجميلة أوزغي ياقز الزوجان اللذان لم يقطعوا وعدا أو حفل التزام بعد عرض الزواج سينفذون جميع الأوراق هذا الصيف ومع ذلك أوزغي ياقز الذي بدأت الثمثيل مؤخرا فإنها حصلت على جائزة بابا ذهب الاثنان أوزغي وجوكبرغ إلى عشاء الرومانس معا أعد الممثل الوسيم وجبات لها وضع طاولة وشمع وزعم أنهم تناولوا العشاء بمرافقة كمان ترجمة نانسي قنقر